السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة نحو الهدف الحقيقة النهاردة احنا هنتكلم على موضوع الموضوع ده يهمنا كلنا الموضوع ده هو الحقيقة البشرية تحتاجه تحتاج تتعلمه تحتاج تعرف عنه تحتاج انها ترجعه علشان نحس بالآدمية بتاعتنا انا هكلمكم النهاردة على قوة تأثير العطاء ما معنى العطاء أساساً؟ هو المنح هو البزل لما نجي نتكلم على العطاء فاحنا يوم ما نتكلم على العطاء دلوقتي هنتكلم على أول حاجة العطاء الإلهي الله سبحانه وتعالى لما خلق كل الخلق هو أعطاهم أعطاهم إيه؟ أعطاهم الحياة ومقومات الحياة أعطاهم كل النعم اللي احنا عايشين فيها دي كلها تعالوا نسمع آية عظيمة جداً وما بكم من نعمة فمن الله؟ كل إنسان في الدنيا عايش في نعمة هي من الله والحقيقة هذا المفهوم الأولين اللي أنا بكلمكم عليه هو اللي حتقوم عليه كل الحلقة ليه بقى؟ علشان نقدر نعرف دورنا في الحياة لما بنقول وما بكم من نعمة فمن الله يعني حضرتك لو عندك صحة فدي من الله لو عندك مال فمن الله لو عندك أولاد فمن الله كل خير في الدنيا للإنسان هو الحقيقة من الله طيب أين دورك أنت بقى؟ إذن الله سبحانه وتعالى بيعطي كل البشر وكل المخلوقات من نعمه هذه النعم هي لا تحسى أساساً لكن أول نقطة لا دل ندركها هي النعم دي هل بواسطتنا ولا من الله صرف من الله صرف لما ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك الحياة ويدي لك الروح ويدي لك الأعضاء اللي أنت تشتغل بيها فهو يريد هذا الموضوع لحكمة إذا لم تدرك هذه الحكمة فانت حضل بقى طيب تعالوا نمسك الحكاية ونعرف من النهاردة من دلوقتي إحنا ما قيمة العطاء النهاردة يمكن مصر علمت بوفاة الدكتور محمد مشالي الله يرحمه ويمكن الحلقة دي النهاردة ارتبطت بوجود هذا الدكتور العظيم اللي زاع صيته في أنه بيخدم الإنسانية بيقف مع الضعيف وبيقف في إيه؟ بيقف مع صدمات الحياة ومن أخطر الصدمات التي يتعرض لها الإنسان ألا وهو المرض المرض هو عبارة عن غول ضخم بيهدد كيان الإنسان فهو بيعمل إيه؟ بيقف معاه طيب هل كل إنسان معاه الأموال اللي يصرفها على صحته أو على المرض اللي أصابه اللي هو مختروش لا هذا الرجل وأنا الحقيقة يعني مش هقدر أتكلم على هذا الرجل بتفاصيل حياته إنما أنا حتكلم على دوره في الحياة اللي اختاره وفقاً للي أعطاه الله سبحانه وتعالى له هو ربنا اداله إيه؟ اداله العلم والداله المشاعر والأحاسيس ويمكن هو عاش في حياته وأدرك وكان عنده وعي ربنا ادهوله إنه هو يقدر يشعر بالآخر ويشعر بالناس الغلابة وبالتالي أصبح النهاردة زي أي إنسان عظيم بيقف مع زاوي الاحتياج هو الحقيقة ما كانش بيوزع فلوس إنما كان بيعالج ودي في حد ذاتها تعتبر عطاء هذا الرجل الذي شهد له الكثيرون لعطاءه ولخدمته للإنسانية وللمرضى اللي هو عشرهم وتعامل معاهم في الحقيقة إحنا لا نملك النهاردة غير إننا نقول له ونادي على الله سبحانه وتعالى إنه هو يرحم هذا الرجل العظيم ويكون هذا هو نموذج للأطباء أصحاب القلوب وأصحاب المشاعر ويكون هو عبرة لكل الناس حتى مش للأطباء لكل إنسان يعلم جيدا ما هي رسالته في الحياة أنا باخد النموذج النهاردة ده في بداية الحلقة علشان أقدر أوضح للناس أهم شيء في حياتنا كلنا ألا وهي رسالتك في الحياة الحقيقة رسالتنا كلنا في الحياة مفروض تبقى أنت دورك إيه في الحياة أنت موجود النهاردة علشان تعمل إيه أرجع وفكر حضرتك من ساعة ما بدأت كلامي وبقول إيه العطاء العطاء ده أنواع كتيرة جدا يعني لما نيجي نقول أنت النهاردة دورك في الحياة إنك تعطي الإنسان بطبيعته هو الحقيقة عنده شح يعني يحب دايما ياخد بطبيعته النفس تعتبر أمارة بالسوق دايما الإنسان اللي بيعيز يكنز أو يشع أو يستغل الآخر يعني عكس العطاء خالص بنلاقيه هو الحقيقة خائف وناخد بلنا من كل كلمة عايزة أقولها لكم النهاردة الإنسان بين النهر ينتهي وبالتالي يصبح نهر النهر إن أنت بيجيب غيره 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 وأنا الحقيقة بستحضر بعض اللقاءات وبعض الاحتكاكات اللي كانت بيني وبين الأسدزة في الجامعة وفي أكتر من مكان وبتذكر في هذا السن علاقتي كانت ببعضهم ويمكن أنا الكلام اللي هقوله دو يشعر بي كثير جدا من طلبة الجامعات والدراسات العليا وغيرها كنا بنتكلم على صاحب العلم أو الأستاذ الذي يخاف على جزء من العلم وما يطلعش غير على أجزائه هذا الإنسان هو الحقيقة ضعيف جدا لأن شوية المعلومات اللي هو حصل عليها بيعتقد إن هي دي اللي بيسترزق منها ولذلك عمرك ما حتجد هذا الرجل أو هذه المرأة إن كانت أستاذة إلا ومحدش بيذكرها بشيء أو يذكره بشيء ليه لأنه هو الآخرين ما خدوش الجرعات الكافية من هذه العلوم وبالتالي يبقى دوره أدى خد على أده ولا يذكر يمكن كل علمه في كتاب في شوية معلومات خدها وهكذا هذا الإنسان ليس له أثر في الحياة يعيش شوية ويظهر شوية ويموت وما لهش ذكره عند لا الطلبة ولا زميله ولا غيره وأنا بتكلم تحديدا في العلم لأن الحقيقة في الواقع اللي إحنا بنعيشه بنلاقي ده منتشر شوية وعلشان كده بنقول إيه العطاء في العلم ده الحقيقة كمان بنشوفه في الأسادزة بعض الأسادزة مش عايزة أقول طبعا الناس يعني ما بعممشي ولا حاجة الإنسان اللي عنده علم بيعلم طالب ويكتنز العلم وما يطلعوش في فصل في طلبة ويكتنزه علشان يعرف يتاجر به هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى حيحزبه ولذلك قضية العطاء في الكون قضية خطيرة لأنها مرتبطة بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى إدها للإنسان اوعى تفتكر اللحظة اللي انت وصلت فيها لهذا العلم كان بقدرتك انت أبدا والله صحتك كانت من ربنا والمال اللي ربنا دال أهلك عشان يعلموك كان من ربنا فين الضريبة على كل اللي انت خدته ده ضربتك ان انت تعمل كده وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقولك لئين شكرتم لأزيدا لكم هذه الآية كمان لما تربطها تلاقي حاجة غريبة جدا عمرك ما تلاقي إنسان عظيم في الدنيا بيدي إلا والله سبحانه وتعالى يدعمه يدعمه من نفس النوع أو يدعمه بشيء يساعده على الجزء ده يعني مثلا ايه ربنا ادلك علم فتلاقي الله سبحانه وتعالى يسخر لك زوجة تساعدك أو تلاقي حد بعثه لك يروح بعثك بعثة تزداد فيها علم خد بالك دي حاجة اسمها بالنسبة لنا إشارات إنذار إشارات إنذار يعني يعني لدم تعرف إنها جات لك نتيجة أدائك ده الحقيقة أنا بكلمك دلوقتي على العلم عشان لسه هكلمك على أنواع العطاءات الأخرى زي الله سبحانه وتعالى أعطاك المال طيب هو أعطاك المال ليه علشان انت جبته زي ما قال قارون على علم عنده لا والله ده المال اللي ادهولك ده وزي ما بقولك النعمة دي هي فتنة يا إما تعرف إنها عندك إدراك وتعرف إنها جيالك عشان الاختبار فدرك تعمل فيه إيه تبدأ تفكر تستغلها إزاي طيب اعلم عكسك بالزبط الله سبحانه وتعالى لما منع عن غيرك المال عشان تقدر تعرف دورك إنت معا إيه طيب هو ما بدلوش مال ولكن إداله حاجة تانية أصبحت أنت مكمل للآخر الله سبحانه وتعالى لم يعطي كل النعم لنوع واحد من البشر يعني ما تقعيش واحد عنده كل النعم موجودة عنده يعني ما تقعيش عنده زوجة صالحة وأموال وصحة وعلم ما ينفعش إدالك جزء أو إدالك جزئين ممكن وارد جدا أو تلاتة تلاتة من عشرين تلاتة من سبعين يعني أيا كانت بس أنا بكلمك كده ليه أنا كل اللي أنا عايزه وعايز أوجهلك رسالة مهمة جدا في النعم وكيفية استغلالها والعطاء من خلالها إنك تكون مدرك وخد بالك من كل كلمة علشان هي دي اللي أقصدها لازم تدرك نوع النعم اللي الله سبحانه وتعالى ميزك بيها عن الآخرين وإدهالك علشان تقدر تستخدمها الإنسان البخيل مريض واحد يقول لي مريض آه مريض نفسيا ليه لأنه هو بيجتنز خايف خايف من إيه بتعرف خايف من إيه تبقى لرؤيته وإدراجه خايف من الزمن وهو يعرفش إنه ممكن تبقى نهايته خلال دقايق خلال ساعات كم أب و أم بيشتغلوا طول حياتهم وكل تركزهم في الحياة إنه هم يجمعوا الفلوس على اعتقاد وعلى إدراك إن هذه الأموال هي اللي هتحمي أولادهم في الزمن كم واحد فكروا كم واحد قاعد يضيع عمره علشان في الآخر خالص يعيش الحياة ومات من غير ما يستخدم ده كله إدراك ضعف الإدراك ولذلك الناس اللي عايزين يحوى أولادهم هم اللي يبزلوا العطاء في حياتهم ويعلموا أولادهم العطاء إزاي بقى يربوهم على المنح كم إنسان في الحياة محتاج دعوة من الآخرين كيف تأتي الدعوة وكيف يأتي الحب وكيف تأتي العاطفة مش ممكن تيجي من البشر إلا إذا تأديت إلا إذا توقفت مع الناس لو كل واحد راع جيرانه وأصبح النهاردة بيساعد خلت بالك فيه ألفاظ أنا بقولها أقصد منها العطاء مساعدة الجار عطاء خد بال حضرتك أنا كلمتك دلوقتي على العلم وكلمتك على المال هكلمك على حاجة مهمة قوي الوقت كم واحد في حياتنا يعلم أن الوقت مال إنك تقعد تسمع لإنسان مشكلة وتشاركه حله بفكرة يعني هتدينه من وقتك دعطاء وعادي أقولك الحاجة وممكن يساوي ألفات إنك تقف معاه ولذلك تجد حاجة غريبة قوي تجد في الأديان هكمل بس إحنا معايا أم علاء معانا على التليفون أهلا السيدة الفاضلة أم علاء يا ربي خليك إلاك يا با أهلا حضرتك أهلا يا فندم والله أهلا بيك وكل سنة حضرتك طيب وإنت حضرتك بالصحة والسلامة شرفتين والله والله يخلي أنا عندي مشكلة أرجاء أنت أوف جنب يخليك والله أتمنى بقى في اللحظة دي أدي لك جزء من العطاء ده يا ربي بريت لك وما تتحوقت الحل أبدا يا سلام والله دعوة بالدنيا كلها والله أنا عندي 58 سنة ما شاء الله وربت عيالي وبعد عربتهم تركوني تركوك تركوني كبرتهم وقفت وأبوهم ميت واستغلت وكبرتهم وكنت عايش على عايش بتاع 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 رئيسنا 320 جنيه أيوة معطوح اللي معايش ده معطوح بقالي سنتين بقالي سنتين مترددع من الشؤول للجلسة اللي هنا اللي هنا بوكتات وانا ولا بعرف أقرأ ولا بعرف أكتب معي خدم مفيس مفجر حجرية وأنا مأجرأ وعلي أجرأ وعلي أجرأ وعلي أمو وعلي أمي والله والله أنا فاكرانا دلوقتي تنجانا وأشتراها مرة والله ما بجلب عليك والله ما بجلب عليك ومش عارف أعمل ايه ولا رحل ايه ايه مش عارف أمي أوكي بصي هقولك على حاجة يا معلاء أنا بس عايز أطمنك بحاجة مهمة جدا حضرتك عملت اللي عليك في الحياة وربيتي وأعطيتي كويس انت الحد كده انت خلصت اللي عليك لكن هقولك على حاجة انت قدام ربنا رضي عن أدائك ولا لأ دي أول نقطة تسمحيلي أن أنا هتكلمك علشان أطمنك أنا عايز النهاردة الناس اللي حاسة انها في ظروف صعبة جدا وضغط الحياة والحاجات دي كلها انها تكون متصلة بربنا جدا تعرفوا ليه لان الحقيقة اي انسان في الدنيا بيعطي في الحياة ويتعرض لظلم فالله سبحانه وتعالى مطلع بينظر وبيسمع ومطلع كل المطلوب من حضرتك ان انت النهاردة تكون علاقتك بربنا قوية جدا وتطلبي العون والمساعدة من ربنا وحقولك على حاجة تانية إذا كان الله سبحانه وتعالى دلوقتي مايهمكيش 58 سنة ايه هي 58 سنة دا رقم ما تكبريش نفسك أنا عايزك النهاردة اعملي بصي إذا كان عندك صحة وولادك مش جنبك أقولك تعملي ايه عشان ربنا يفتح عليكي أقفي جنب اي حد ضعيف حواليكي وسعديه هتقولي لا سعده بايه ممكن بكلمة ممكن ما يتقش تملكي غير وقت تسعديه ممكن النهاردة اي حاجة حسب ظروفك قومي بعطاء برضو طب الله سبحانه وتعالى هيعمل ايه تعيتها اتطمني جدا هيعوضك بسرعة جدا يا رب بكون قدرت في الثواني دي اقرب لك فكرة وطمنك ان الله سبحانه وتعالى هو اللي هتخدي منه العطاء ساعة ما يمتنع اولادك الذين لا يمتلكوا هذا العطاء او قد يمتلكوا حيشينه عنك الله سبحانه وتعالى يعوضك عنه اكمل معاكم في الجزئية اللي انا كنت بكلمكم عليها الا وهي الوقت اي انسان في الدنيا خصوصا اللي بيكون وصل سنه زي ما هم بيقولوا كده في مصر سن المعاش اللي هو ستين سنة وبيعتبر ان الحياة بالنسباله توقفت ويبدأ يعني ينغمس فيه يعني قعدته ويكتائب ويبقى بالحدي والله ابدا ده انت النهاردة معاك قوت اكلك اللي تقدر تاكل بيه كويس لكن تمتلك الوقت فين بتستخدم وقتك ده فكر كويس قوي ربنا ادى لك ايه ادى لك منطق ادى لك فكر تروح تتعلب حاجة وتقدر تفيد فيها غيرك تعرف قد يكون الستين سنة اللي انت قضتهم في حياتك دول ما كنتش بتقف جنب حد غير قصرتك او قد تكون حضرتك في يوم من الايام كنت يعني ملهي في الحياة وغداك مش عارف تقف طب ما تستسمر الفترة دي وتقدر تعمل فيها ايه تقدر تستغل وقتك فانك تعمل فيه شيء كل انسان في الدنيا وهو في الحياة بتجي له لحظة يعود يراجع نفسه هو انا قدمت ايه في الحياة بتاعتي هو انا النهاردة ايه هي انجازاتي طيب دخل على الخط معانا الاستاذ ضاحي اهلا يا فندم ازاك يا استاذ اهلا يا فندم شرفتنا الله يخليك كلامك منتاز جيد عكرة على ما عكرة والله وجودك معانا هو اللي شرفنا الله يخليك يا رب اتفضل اهلا يا مية مية وكلامك يا حب يعني لنا والله كل الحقي والله كلامك اتفضل اتفضل حضرتك انت معي يا استاذ ضاحي هو معاك يا باشي اتفضل اقول حضرتك اتفضل اتكمل اه انت في الاول الحلقة يا باشي اتكلمت على ايه يعني عن العطاء قيمة العطاء في حياتنا ايه ازاي حضرتك نعطي بس ما بقولش نعطي مال بس اللي معاه مال يدي مال اللي معاه وقت يدي وقت اللي معاه حب وعواطف انا اقولك على حاجة في ناس محرومة من الحب والعواطف ده عطاء انت جرانك محتاجين منك انك تقف معاهم بالحب بالمساعدة بحل المشاكل ده عطاء وقد يكون اغلى من المال كل اللي انا بطلبه من حضرتك دلوقتي فكر ايه العطاء وايه اللي تملكه عشان تدي لي اللي حوالك والادك محتاجين عطاء مش شرط فلوس ممكن يكونوا محتاجين حب وحنان وعواطف مشاعر كويسة أهلك خلانك محتاجين منهم وقتك تزورهم اتفضل بقى اسألني ربك مجسم أرباك فاي نعم ربك مجسم أرباك فاي أشكرك أنا مستمع كويس والله ربك مجسم أرباك فاي أه ندوي مرضانا سمعت كده ربنا مجسم أرباك فاي أعايز أسمع والله أيوة برافو عليك بص حضرتك الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان ميزة مش في غيره زي البصمة أنت النهاردة عليك تكتشف إيه اللي ربنا ادهو لك مش عندي غيرك تقدر تديلي اللي حواليك طيب معنا برضو الأستاذ شهاب معنا على الخط واضح إن الخط فصل أرجو إن هو يحاول الإعادة معنا للأستاذ شهاب تاني معلش أنا آسف آه إذن كل اللي احنا محتاجينه النهاردة هو حاجة بسيطة خالص صغيرة كل إنسان علشان يقترب يوم القيامة من ربنا ويكون معاه حجة صغيرة ياخد باله منها ويقدمها يوم القيامة مع ربنا إن هو بس يعرف إيه اللي عنده يقدر يفيد بيه غيره فكر أقعد فكر إيه اللي عندك وأول ما تعرف وتلاقي الحاجة دي كثيرة عندك وإنت تملكها ابدأ استخدمها هتلاقي حاجة غريبة جدا تعرف أول حاجة يعني هتتبسط منها إيه أقول لك الثقة في نفسك عمري ما شفت في الحياة من معظم الناس اللي هم بيعطوا إلا والله سبحانه وتعالى أعطاهم الثقة في نفسهم أدي واحد يوم ما تعرف اللي عندك ثقة ويوم ما تعرف إن أنت متواضع ويوم ما تعرف إن الحاجة اللي أنت استخدمتها هدية أصبحت عليك حاجة اسمها إيه تحمل المسئولية معظم الناس اللي هم بيعطوا في الحياة هتكتشف عندهم حاجة اسمها تحمل المسئولية يعني أنا نهاردة اتكلمتك على الدكتور محمد مشالي الدكتور محمد مشالي كان بيقعد عدد ساعات رهيب جدا في العيادة وكان الناس اللي يعني بتدور وبتقرأ وبتسمع عنه تلاقي حاجة غريبة أو علشان هذا الرجل الله يرخمه كان مدرك لقيمة العمل بتاعه ويه اللي ضره في الحياة والمسئوليته فكان بيعمل إيه زي ما ذكر يبعد يجيب ساندويتش ساندويتش يعني طعمية ساندويتش فول وياكله وهو بيشتغل يعني في البريك السغية ما بيضيعش وقته ده معناه إيه ده معناه إنه عايز يعمل إيه يخدم أكبر قدر ممكن من الحواليه عرف قدرته يبقى ثقة في نفسه ابتدى يطور نفسه يطور نفسه إزاي أقولكم حاجة خطيرة جدا علشان نغير مفهوم جزء من الشعب المصري اللي فقد إدراكه إيه هو فقد إدراكه في إيه الناس لما بتبزل مجود كبير جدا بيقولك أنا تعبت إنما لما بعض بتكلم مع الناس اللي بتشتغل بتخدم المواطنين وإنجزي كلها بكتشف حاجة غريبة قوي يا حبيبي ده رسلت ليهم يا حبيبي كلما خدمت الناس وكلما تعرضت المشاكل كتيرة جدا كلما خدت خبرة في الحلول يعني عندك قدرة على الحل أكتر وفي الحالة دي بتعتبر إن انت إيه ازددت خبرة ليه الناس في حياتنا مش مدركة إنما كلما تعرضت المشاكل كتير وحلول كتير خدت خبرة فبقيت أفضل ليه المفهوم ده مش منتشر بنا ليه النهاردة ما حدش يزعل مني في المصالح الحكومية أنا لما أتكلم على الناس في المصالح الحكومية ما بعممش إنما بقول ليه الشعب بيزعل جدا لما يروح فيه خدمة بتقدم له وتكون خدمة عامة وأنا شخصيا بقصد مثلا الناس الكبر في السن اللي هما وصلوا ستين سنة وبيروحوا عشان يستخرجوا جزء من معشاتهم اللي هي الناس اللي بتقدم أصحاب المعشات الكبر السن ليه يا جماعة ما بنخدمش الناس دول كويس ونسعى إن إحنا نخدمهم ويبقى من قلبنا مش عشان إنت موظف وتعبان لا لا فكر حتى لو أنت تعبان بس أنت بتخدم واحد أتعب منك وأصعب منك والظروف أصعب منك طيب أنا بكلمك في الحيطة اللي بتوجع ليه لما نروح واحد مريض رايح مستشفى حكومي أنا بقولش كله أنا بقوله البعض والنمزج البعض دي هي اللي رسلتي لها إنما الحلو والجميل أهو إحنا بنشحنه وخلاص طيب إحنا برضو دخل معنا دلوقت الأستاذة رباب أهلا يا فندم أستاذة رباب إحنا معاكم أستاذة رباب في مشكلة في الشبكة طيب الأستاذ شابري جعلنا تاني السلام عليكم أهلا وسهلا لو سمعت الموضوع الشيء جدا والموضوع العطاء ده شامل أفرق كتيره وتعاون وخدمات للإنسان وحاجات كده جميلة جدا رائح كل القيم دلوقت دي للزرعة تاني لأن دلوقت الإنسان ساب الأفرق دي في التاجل لحاجات تانية صحيح والعطاء ده شامل حاجات كتيره وتجميلة وفي معاونة وتعاون وحاجات كده حلوة حضرتك أنت بتاعتي لا يعني أقصد إيه لا أنت يعني حضرتك طبعا إحنا كلمنا عن أنواع العطاءات أنت عندك جرين وعندك أهل وعندك حاجات هل أنت بتقف جنبيهم لا يعني مش أقصد لا أنا اللي أقصد يعني أنا اللي بسألك دلوقتي يعني أنا بسألك سؤال دلوقتي هل حضرتك واقف مع جرينك مع أهلك مع قريبك أنا بشوف العطاء اختفى شوية اختفى لكن أنت موظب عليه أنا بشوف النفس موظب فبتعلم بتتعلم آه لكن هو العطاء آه بتتعلم من اللي بيعطي آه طب ده رائع جدا إنما العطاء شامل حاجات كتير جدا بالزبط كده وفي المجتمع صحيح وإنت شايفه اختفى دلوقتي آه 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 أشكرك جدا شرفتنا يا فاندم والله الناس الحقيقة يمكن الحلقة دي بتمسهم جدا لأنه هم عايشانها وعايد أقول لكم الحاجة تعرفوا من اللي بيعيشها أكتر اللي طالب العطاء خد بالك كلمة المساعدة يعني أنت النهاردة تساعد حد يعني قد يكون شخص محتاج مساعدتك يعني أنت اللي حتعطي كم واحدة النهاردة بيحتاج مساعدة من حد ومش بيلاقيها غير بصعوبة يبقى ده فيه النهاردة ضعف تيجي النهاردة لما تيجي تسمع على آه في بعض يعني دهي الدين الإسلامي لما تسمع يقول لك من القيم العظيمة جدا عند التابعين يقول لك إيه لما تروح تعطي لحد حاجة تحاول تدهاله من غير ما تبص في وشه يقول لك إيه علشان بيبقى خزلان شوف الأداب وإنت النهاردة مثلا إيه عشان ما تحرجوش تنقي أو تنده أصغر طفل من أولادك يروح يبعت لهم زي زمان كده الناس الخيرة الست زمان في الريف وفي المدن حتى المصرية كانت لما تحب تبعت لجرانها مش هما اللي يخبطوا ويقدموا الحاجة للناس هم كانوا يعملوا إيه والله شوفوا الأداب واللي هما تربوا عليها ينقوا أصغر طفل أو طفلة عندهم ويدوهم الحاجة تعرفوا ليه علشان الجار لما ييجي يستقبلها ما بيخجلش فيعملوا إيه يشكروا وهكذا ده إيه ده سنس الأدب ده زنس الاحترام سنس العطاء حتى في الإسلام كان يقولك إيه ما تعملش ريحة في الطبيخ يشمها الجيران وإنت ما تبعت لهمش فتخبي هي المشاعد والأحسيس دي راحت هنا ليه فعلا زي ما الأستاذ شهاب تكلمني وقال لي قلت قلت ده معناها إيه ده معناها أن فيه جزء في المجتمع ما كانش مدرك قيمة العطاء أو أنا آسف جدا ما تعلمش ده من الصغر طيب أنا كلمتكم على المال وكلمتكم على الوقت وكلمتكم على العطاء المادي طيب فيه إيه كمان وكلمتكم على العلم طيب لباجي النهاردة أقول لكم على حتة مهمة جدا دلوقتي تعرفوا إيه عطاء الروح واحد يقول لي إيه عطاء الروح ده اللي بيديه لك أو بيدافع عن بلده فاهم ديه ولا اللي بيبزل دمه إيه رأيكم في العطاء ده الجندي اللي قاعد في الجبهة رايح يدافع عن الشرف والكرامة والعرض والمبادئ والدين وبيقدم إيه أعظم بقى من اللي أنا قلته ده كل بيقدم روحه هذا الإنسان العظيم اللي بيقدم روحه مش ده يعتبر بالنسبة لنا أعلى مثل في حياتنا ليه حضراتكم ما بتقرنوش اللي انتو بتقدمو بالروح اللي بيقدمها شخص تعرفوا ليه؟ علشان ضعف الإدراك ضعف الوعي الإنسان الإنسان اللي بيقدم روحه واللي بيقدم عرقه ومجهوده مش عايزين ننساه وعايزين نعرف إن إحنا محتاجين تاني نعيد تربية أولادنا أصل المشاكل اللي إحنا عايشينها وضعف اللي إحنا مش لقيينه ده جاي لأن إحنا ما ربناش ده في عادات وأخلاقيات ومبادئ ولدنا وعلشان كده دايما بديجي نحكم عليهم طب ما أنت معلمتوش إزاي جاي النهاردة تحزبه يبقى دي المشكلة مش فيه هو أنا الحقيقة وأنا دايما لما أعود مع أسر بتعاني من أولادها بقول لهم إنتوا السبب إنتوا اللي ما زرعتوش المبادئ دي ولا كنتوا بتعملوا قدامهم ده لما الإبن أساسا في البيت يكتشف في لحظة من اللحظات إن أبوه بيسيب البيت في وقت معين ويقف مع أهله في المواقف الصعبة الإبن بيلاحظ بعينيه وبالتالي بيكتسب ده فتلاقي بيعمل إيه بيقف مع صحابه في يوم من الأيام قصة دي كانت حقيقية طفل كان واخد السندوتشات من أهله ورايح بيها على المدرسة وولدته مدياله سندوتشات كتير وبومبوني وفلوس عاية كتير قوي ومستوى دخله كويس كده وكانت الحقيقة المدرسة دي مدرسة حكومية يعني الأهل اللي بتوعها مش معهم كده يعني فأحد الطلبة كان حالته متوضعة ويمكن جاع وما كانتش أسرته مدياله السندوتش فطلب من زميله دال معاه الحاجة قال له نجعين هم كان أصدقاء فداله سندوتشين وداله شوكولاتة معاه ده فالأم سألت الطفل ابنها اللي كانت مدياله لما رجع قال له يا موم أنا جعان جدا قاعدتها لما كانتش سندوتشات قال له لا أنا كانت واحد والباقي ديته لصح جاءت الأم الحقيقة باندفاع هزأت ابنها وعلى فكرة ابنها صادق وقالي الحقيقة وبيحب صاحبه ولكن علمت ابنها بالطريقة بتاعتها أنه هو ما يتعاملش مع أصدقائه وإزاي أنا مديالك هذا الكلام وتروح تديل حد تاني والتقنيب هذه الأم هي في الأصل لم تتعلم معنى العطاء طيب أم محمد معنا على التليفون تفضلي أم محمد معايا أيوة مساء الخير حزيزي يا مساء الجمال أسفر 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 إيه دا بالعكس المعاملة والسلوكيات الغير يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه أدمية تبنينا قوي 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 في تعمل يعني الراجل أو الست الموثن اللي رايحة تابد معاش هذا دا هي فوق الستين صحيح هل ممكن تقعد أربع خمس ساعات بدون أي مثلا سوري مع احترامي حضرتك دخولت ولدك مثلا معملوش هم حساباتهم في الحيطة دي وأربع خمس ساعات ليه ليه الموظف يمشي قبل معاه وعشر شبابيك شغالين يتغل منهم تلاتة أو موظفين اتنين بس أنا على كل أني قدمت شكوى في الموضوع دا بس عايز الإعلام برضو يركت زهلة سلوكياتنا سلوكياتنا والاحترام والتعامل بإذنك من فضلك كل دا حضرتك انتهى من حياتنا للأسف واسلوب سوري مع احترامي البلطجة هو اللي ماشي مش عارفين بجد يعني أنا واحدة يمكن من زمن الفراع نباين حاجة كده اللي هو زمن القادين قوي اللي تربع على السلوكيات الصح واحترام الغير ولمحافظة على الحاجات الحاجات بتاعتنا البلد دي بتعمل الحاجات دي لنا احنا فيش وعي حضرتك بالحاجات دي اجمل زمن وان شاء الله يرجع احنا احنا بنتكلم عشان يرجع عشان احنا ربون مش هيرجع حضرتك غير من المنبع اللي هو الطفل اه صحيح الاب الام لازم لأ يعني نركز على الطفل شوف حضرتك اقول لحضرتك حاجة حدي محضرتك مسأل بسيط اوي كان زمن موجود وياريته يرجع تاني اه وبخاطب في الموضوع دوت الدكتور طارق شوئي المحترم تامان وزيطе التربية والتعليم سموها وزارة التربية والتعليم ما سموهاش وزارة التعليم والتربية هي لس تسمها التربية ولا قلط بقيت التعليم بس لا يلا الله اعلم انا مش عارب انا مش عارب برضو الله اه كان فيت أصلا اصلا oyم مفيش مواد للتربية بياخدوها الطلبة يعني branded يعني مفيش حاجة اسمها فيش اي حصة ولا ضي opini واحدة لا القومية اه قومية القومية القومية لا قومية مشتر بها خالص اه والله المهم يا حضرتك هقول لحضرتك القراسة كانت على الزمان كان مكتوب عليها ضهرها السلوكيات احترام المعاملة طريقة حتى عبور الشارع يعني التعامل كله واختل إلايك قبل الأكل واختل إلايك قبل النوم وكل ده كان مكتوب شوف انا حضرتك لحد الوقت فاكرها احنا عندنا جيل كتير جدا يعني جيل كبير جدا قاعد قدامنا طبعا مش محفورة ما هو ليه بقى حضرتك ما هو يهدم فيه بقى له 600 سنة اه صحيح 100 سنة حضرتك بتتهدم فينا الهوية الهوية عمال يمسح في الهوية بتاعتنا وانما تيجي تتكلم حضرتك كده يقولك هوية ايه هوية ايه يا ابني يعني ايه احنا 100 مليون هنروح فين والله تسدقي الامل حضرتك مازال لسه موجود بالنسبة لنا تعرفين ايه حضرتك انا في نظري كلما في بقايا البقايا ديت انا في نظري يعني انا هقولكم رأيي انا الشخصي رمانة ميزان الشعب المصري الاصيل موجودة حتى لو ملهاش صوت ودي النقطة دي مهمة جدا الناس تعرف كل ما ييجي خطر على هذا الوطن لم ينقذوا الا اصحاب القيمة اللي هم معظمهم محدش بيسمع صوتهم طيب الاستاذة ام علاء معنا ما شاء الله احنا معنا سيدات رائعات سلام عليكم اهلا يا فندم انا اللي مكلمت من صوية شرفتيني اه انا دلوقتي ما عاشي معطوع اه اه بالزبط لو 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 حتى يتعيدني انه بيكثر صوتية انا عرملة لزمية انت حضرتك يعني اتعل حضرتك بس سؤال صغير يعني اه انت مفيش حد بيدرس حالتك مبتشتغليش معنديكيش اي هوية معنديكيش اي حاجة خالص لا انا انا عاشاكنا مقدارة بتدفع الفلوس منين انا من البدرشين اه فهمت اه في اي مكان ايا كان لكن انت النهاردة مين اللي يعني بتدفع الفلوس منين مصدرها منين ما دفعتك انا بقولك انا ما دفعتك ايجار ماذا اوش اتقالوا فيا اقبالهم ادي ايه انا قعدت من الشغل والزوج ماجباله سنتين ايوة كل واحد استكلم عن نفسه ميش يوني خلاص حدريك ملوحطيش اي جامعية اي حاجة جنبك تقدمي فيها دراسة حالة كلام ده كله انا كنت باشتغل في الفاعل وربتهم وكبرتهم وعلمتهم انا 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 اسأل انا اساس اوي طيب اسأل حدريك بس السؤال الاخير بعد اذنك انت علاقتك ايب ربنا اساسي رقمي خد رقمي ايه خد رقم تليفون والله سيبيننا الرقم يعني سيبيننا الرقم حضرتك وندرس الحتة دي ونشوف نبلغلك حد سيب رقم تليفونك عشان نعمل معاك اتصال عشان نقدر نقدم هذا الكلام حد يجي دراسلك حالة فطبعا انا اسف طبعا ما لاش علاقة بال يعني خدوا بالكم العطاء هنا ان احنا ممكن ناخد الارقام ديت ونعرضها على الناس اللي هي ممكن تساعد والحقيقة الاختة ام علاق دي مش لوحدها ده ناس كثير قوي عندهم الظروف ديت عايزين الناس تبتدي تهتم بانها تعمل عملية دراسة للناس اللي هي اولادها جحدوا وتركوهم وعرضة للضياع امراض ما يدفعوش ايجار مشاكل ضخمة جدا علشان كده انا قلت كلمة العطاء ايه واحدة زي المعالاق دي قعدة في حدها مليون في المية من غير انا مفكر حواليها اغنياء كويس اوي بس الحقيقة مش حاسين بيها ما يعرفوهاش انا عايز كلمة العطاء ان اصحاب الاموال ادرسوا البيئة اللي حواليكو لو انت قاعد في كونباوند ولا حاجة تسعة وتسعين في المية من اللي حواليك دول مش محتاجين منك حاجة طب يا سيدي انزل شوف اقرب منطقة مستواها تعبان شوية جنبك وروح كانسان عارف او مفروض تدرك يعني ان انت هتقابل ربنا في يوم الايام ايه المشكلة ان انت لو معدتك زيادة تدرس هذا الموضوع وتقرب ويمكن تخدم ما قلتش توزع الافات تتعرف لو بس هتدفد دماغك عشرين تلاتين واحد من منطقة هتوقف جنبيهم ان هما بس يعيشوا ياكلوا ويشربوا ويسكونوا بس يمكن واحد منهم كان في الظروف سيئة يكون السبب اللي تدخل بيه جنة تعرفوا الانسان اللي عارف ان فيه موقف معين في حياته ممكن يعمله يدخله جنة تلاقي حاجة غريبة قوي تلاقي ان الله سبحانه وتعالى يبعطله البشرة من اللي عمله ده في حياته قبل ما يموت وانا اعرف الناس دي تجيلوا بشرة تجيلوا حاجة معينة تقوله اللي انت عملته ده تستهل عليه طب ليه ما بتحاولش ليه ما بنعملش حاجة اسمها المحاولات اللي توصلنا ان احنا ممكن نفوذ بعمل والله قد تكون ربيت او مربتش او عملت حاجات مش مظبوطة ويجيلك العمل ده اللي تعمله يعوضك عن الجهل والتصرفات الوحشة اللي انت عملتها في حياتك كلها عشان كده الله سبحانه وتعالى قال آية ولا تقنته من رحمة الله يعني انت النهاردة عزبت مراتك وطلقتها وضيعتها وولادك ومرمطهم وتجيلك فرصة بعد كل ده ان انت تساعد حد فيكد بسببه ربنا سبحانه وتعالى يعوضك على اللي فده كله ليه الناس مش حطة الحتة دي في دماغها الفرصة قدام كل البشر انه هو ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم عن آآ كل واحد كل انسان عظيم جدا علشان يقرب من ربنا في حدة العطاء وانا قلتلك في الاصل الله سبحانه وتعالى بيحب العطاء لان الله سبحانه وتعالى من صفاته العطاء تعرف من ضمن العطاء ايه بعد الروح الرحمة تعرف ان الرحمة عطاء انك تعتني لو انت راعي غنم او عندك حيوانات او عندك نباتات ان انت النهاردة ترعاهم وانك النهاردة تعتني بيهم الرحمة دي في حد ذاتها عطاء المشاعر والاحاسيس انك تعطف على الناس حتى بيقولك ايه بيقولك آسف بيقولك النهاردة آآ الحقيقة حكاية العطاء دي بتأثرني جدا انك تبقى شاعر بان فيه حد اساسا بيعاني من حاجة يعني انتوا في الشغل وتبص كده تلاقي حد مهموم انك توقف معه بس وتسمع منه ده عطاء طب هقولك على حاجة غريبة جدا في بعض الزملاء في العيادات الخاصة اللي بيجيلها مرضى من اهم الاشياء اللي بيحب المريض اللي بيعاني نفسيا انه هو يتكلم ويفطفط مع الاخصاء النفسي تعرف ان انت بس سبعين في المية من نجاحك مع الشخص اللي بيجي لك عنده مشكلة نفسية ده او مشكلة بيعاني منها وانت تحلهله سبعين في المية انك تتأثر وانت بتسمع له طيب تصدق حضرتك انك في الاسلام بيقولك ايه تبسمك في وجه اخيك صدقة تعرف ليه اقولك ليه بقى اقولك من 14 قرن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تبسمك في وجه اخيك صدقة جاء النهاردة العصر الحديث في علم هنا دلوقتي اسمه علم الطاقة والطاقة الايجابية قالك ايه؟ قالك ان كل انسان قدام اي انسان هو طاقة من اتنين هم على الحقيقة هم ثلاثة واحد تبص في وشه لا تكتئب ولا تتضايق ولا تتبسط فده ما بيقصرش خالص وفيه نوعين تنين واحد لما تشوفه من وجهه تحس النهاردة انه هو فيه طاقة ايجابية اتنقلتلك فتبدأ تستبشر هو في الحالة دي اديك حاجة الحاجة دي هي الطاقة الايجابية الطاقة الايجابية دي مين اللي يسيب عليها بقى وربنا هو اللي يسيبه عليه ازاي ما نعرفش اداله صحة اداله مال شل عنه مشكلة حاجات كثيرة قوي طيب ولو انت بوست بقى وعملت كده وقال ضمت انت عملت ايه اقولك لو الشخص اللي قدامك عنده طاقة ايجابية تصدق انت تفرغها له يعني تخطفها منه يعني تخرجها منه فينفر منك تصدقه ان كل انسان بالنسبة لكل انسان حواليه يا اما طاقة ايجابية يا اما طاقة سلبية علشان كده يوم ما تكاي واحد بيقرب لك ويجي قرب لك ينفر اعرف ان انت سلبي ولو قرب لك واتبسط يبقى انت ايجابي بكده يا رب تكون حلقة عجبتكم اشكركم والى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته